اهلا بكم مرة تانية معاكم مهندس حسن حتنين من جوريلا اوتو تيرفت هنتكلم في الفيديو ده عن الفيو البوم بتنتم ترابل دايجنوت نتفلوت شارت بارت وان الجنء الاول من خريطة تدفق تشخيص الاعطال لمدخة الوقود لمحرك نتنين من النوع RB20E وRB20DE وRB20DETT ودي ما احنا عارفين ان التلات انواع من المحركات دول بيربطهم علاقة قوية من حيث تصميم الاجناء ومن حيث الكنترول يونيت طبعا اول حاجة في بداية خريطة التدفق هي الفيو البوم بوبريشن نوين انيكبيكشن اللي هو اختبار صوت مضخة الوقود الفيو البوم بوبريشن نوينت وده هيقودنا الى اني ترمبط الوقود يكون لها صوت مسموع او لا اللي هو الفيو البوم بوبريشن نوينت وطبعا ده بيبقى فور فايف ناكنت يعني المدة يعني ترمبط الوقود لها صوت لمدة خمس دقايق من بداية الاجينيشن نويتش ان اون او ان الفيو البوم بوبريشن نوينت اول حاجة هنتكلم فيها لو ان مضخة الوقود لها صوت لمدة خمس دقايق وده بشرط طبعا ان الاجينيشن نويتش ان اون في الحالة دي بروح اختبر ضخط ترمبط الوقود الفيو البريشن نوينت وده طبعا لما يكون الاجينيشن نويتش ان اون يعني مفتاح الكنتكت شغال وفي الحالة دي هيكون ضغط مضخة الوقود اللي هو تلاتة كيلو جرام على تنمتر تربيع تقريبا اللي هو تقريبا تلاتة بار وده في حالة المحرك الار بي عشرين دي اي والار بي عشرين دي اي تي وتقريبا اتنين ونص كيلو جرام على تنتمتر المربع اللي هو تقريبا اتنين ونص بار في حالة المحرك الار بي عشرين اي وفي الحالة دي لو ضغط ترمبط الوقود ادينا الكراءات بكده بيبقى نظام ضخط الوقود مفيش فيه مشكلة خالد وابدأ اشوف نظام تاني اختبره علشان نظام ضخط الوقود تليم مفيش فيه اي مشكلة طيب لو ضغط ترمبط الوقود ادينا اريات غير التلاتة كيلو جرام على سنتمتر المربع اللي هو تقريبا تلاتة بار في حالة المحرك الار بي عشرين دي اي والمحرك الار بي عشرين دي اي تي واتنين ونص كيلو جرام على سنتمتر المربع اللي هو تقريبا اتنين ونص بار في حالة المحرك الار بي عشرين اي يبقى بكده ترمبط الوقود مش رفعة ضغط المطلوب وفيها مشكلة وبكده هابدأ اعتبر ان ترمبط الوقود بتاعتي مفيش لها صوت اللي هو البامب دانين تتاون وهابدأ اتبع الاجراء اللي هو احنا هنتبعه دلوقتي اللي هو الفيو البامب ريليه اوبريشن نوين انتبكشن اختبار الريليه الخاص بمضخط الوقود وده هيبدأ يمشينا في اتجاهين يا اما انا تنامع تنوت تاكت الريليه اوبريشن نوين يعني ويا اما انا مش تنامع تنوت الريليه خالص اللي هو نوه تاونت وهو ده الفيديو بتاعنا النهاردة اني الفيو البامب ريليه اوبريشن نوين انتبكشن نوه تاونت وفي الحالة دي بوطنا الجهات تشخيص الاعطال وابدأ احط الريليه بتاعي على وضع الاكتف تست واحنا قلنا قبل كده ان وضع الاكتف تست في جهات تشخيص الاعطال بيسمح لي ان انا اشغل اي مكون عندي من مكونات الدائرة تواق دائرة الوقود او غيرها دون الحاجة الى الرجوع للوحدة الرئيسية الكنترول يونت يعني هو مش بالمعنى ده بس احنا هنعتبره ان هو بالمعنى ده هو انا بجهات تشخيص الاعطال بأأمر الكنترول يونت ان هو يشغل لي اي كومبون انت عندي على دائرة بتاعتي دون الرجوع الى اي ديجنونت دون الرجوع الى اي او دون ان انا اعتبر عندي او احط في اعتباري اي عطل عندي طبعا انا لما احط الرلي بتاعي على وضع الاكتف ده هيبدأ الجهان يقول لي ان الرلي نورمل او ابنورمل يعني طبيعي او غير طبيعي نورمل طبيعي ابنورمل غير طبيعي طبعا لو طبيعي ده هيفيدنا او هياخدنا يودينا على الجن التاني من الفيديو بتاعنا النهاردة لكن لو الرلي غير طبيعي ابنورمل هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة الجن الاول من الفيو البوم بتنت امتراب الدايجنونت في لوت شارت لثلاث انواع محركات نتان ر بي عشرين اي و ر بي عشرين دي اي و ر بي عشرين دي اي تي اتنف دي اي تي طبعا انا حطيت الرلي بتاعي على وضع الاكتف تنت في جهان تشخيط الاعطال و اداني ان هو ابنورمل يعني غير طبيعي هبدأ اشيك على الفيون و الرلي و ده طبعا هيديني يا نورمل يا ابنورمل يا طبيعي يا غير طبيعي و لو اداني طبعا لو اداني ابنورمل على طول بروح اربلين الفيون و الرلي يعني بغير الفيون و الرلي لكن لو اداني نورمل يعني الفيون و الرلي طبيعيين ما فيش فيهم اي مشكلة بروح على طول على الفيون و الرلي و ده ان انا باختبر الفولت الواصل من البطارية لحد الرلي ايه ولا لا و ده بيتم الناي ان انا باختبر بالافو ميتر بتاعي النقطة 2 على الرلي والارضي و النقطة 3 على الرلي والارضي و ده المفروض ان النقطتين 2 و 3 مع الارضي يدوني البتري فولتج جهد البطارية و ده الاجينيشن تنويتش نايمة اتفقنا ان اون يعني الاجينيشن تنويتش شغال غير كده بروح اربير الباورت نبلايت نركة نيتم لان المشكلة ممكن تكون في البطارية او الضفيرة الواصلة بين البطارية و علبة الرلي هات الفيون طيب لو لقيت الفولت عند النقطة 1 و 3 بتوع الرلي ولقيت فولت البطارية واصل لحد عندهم بروح اختبر حاجة مها الهاردنس الهارنس كونتينيوتي انتبكشن الضفيرة اللي بين الرلي و وحدة التحكم و ده بيتم من دناي ان انا بقيت المقاومة الاوم يعني بين الرلي تيرمينال 1 اللي هي النقطة واحد في الرلي عندي و بين الكنترول يونت تيرمينال 18 اللي هي النقطة 18 في وحدة التحكم و ده طبعا النقطة 18 دي بالنسبة للمحرك الار بي 20 دي اي والار بي 20 دي اي تي لكن في المحرك الار بي 20 اي بتبقى النقطة دي على الكنترول يونت انتمها 104 يعني نقطة 104 يعني في المحرك الار بي 20 دي اي والار بي 20 دي اي تي النقطة دي طبعا 2018 ولكن في المحرك الار بي 20 اي النقطة دي طبعاcher يعني أنا بروح أختبر الإشارة اللي هي بين النقطة واحد في الرليا تيرمينال والنقطة 18 وبين النقطة واحد والرليا تيرمينال في الرليا اللي هي الرليا تيرمينال والنقطة 104 في حالة المحرك الأربيع 20E وده لا يديني نيرو أوم يعني ما فيش قدامي أي مقاومة أو معاوقة للنلك طبعا هتتديني يا نيرو أوم يا إما هتتديني حاجة تانية غير نيرو أوم يعني لو ادتني أي قيمة للأوم ادتني أي أوم للضفيرة دي مش نيرو أوم بروح أريبير الهارنت بتاعتي يعني أطلح الضفيرة اللي واصلة بين الكنترول يونيت والفاول بومب ريلي لكن لو ادتني نيرو أوم يعني ما فيش أي مشكلة في الضفيرة بروح أختبر الأي تي تي إث أو الكنترول يونيت باور طاب لاي انتبكشن وده طبعا بيتم إن أنا بحط ريليه وحدة التحكم اللي هي الكنترول يونيت ريليه على وضع الأكتف تي في جهات تشخيط الأعطال وببدأ أقيد الفولت بين النقطة 49 و الأرضي وده طبعا بالنسبة للمحرك الار بي 20 دي إي والار بي 20 دي إي تي أو بين النقطة 27 و الأرضي وده بالنسبة للمحرك الار بي 20 إي وده لانم يديني جهد البطارية الباتاري فولتج وده طبعا لانم وني ما اتفقنا والإيجينيشان تنويتش إن أون يعني مفتاح الإيجينيشان على وضع الأون لو اداني حاجة تانية لرجهد البطارية أو ما ادانيش حاجة بروح أريبير الكنترول يونيت باورت نابلاي تنيركت نهتم بروح أطلح الضفيرة بين الكنترول يونيت ريليه وبين الكنترول يونيت نفسها وكمان بروح أشيك على الكنترول الفيشة بتاعتي في الكنترول يونيت وأشيك كمان على الكنترول يونيت تيرمينال أرنجمنت اللي هو تطريق ترتيب أطراف فيشة وحدة التحكم وبكده هنبقى شرحنا الفيو البوم بتنتم ترابل دايجنونة فلوت شارت قريطة تدفق تشخيط الأعطال لنضام مضخة الوقود لمحرك نيسان من النوع 24E والنوع 24DE والنوع 24DET وفي الفيديو ده هنراجع مراجعة سريعة على الحاجات اللي احنا شرحناها في الفيديو ده أول حاجة الفيو البوم بريليه أوبريشن نوين انتبيكشن اختبار الرليه الخاص بمضخة الوقود تاني حاجة الفيو البوم بريليه فولتج انتبيكشن اختبار الفولت بتاع الرليه الخاص بمضخة الوقود تالت حاجة الهارنج كونتينيوتي انتبيكشن اختبار الدفيرة ما بين الرلي بتاع مضخط الوقود ووحدة التحكم الكنترول يونت رابع حاجة الكنترول يونت باور نابلاي انتبكشن اختبار الرلي الخاص بيه وحدة التحكم خامة حاجة الكنترول يونت تيرمينال الرنجمنت اللي هو ترتيب أطراف فيشة وحدة التحكم كده نبقى نهينا الفيديو بتاعنا وشكرا